أهلاً إبراهيم مساء الخير الله يسلمك طبعاً نتحدث عن هذا المهرجان المهرجان النوعي لدوي الإعاقة في المنطقة الشرقية والذي ينظمه نادي دوي الإعاقة في المنطقة الشرقية سينطلق في تمام الساعة السادسة مساء اليوم هناك الآن استعداد على قدم وساق لانطلاقة هذا المهرجان الذي يشارك فيه قرابة الثلاثين جهة حكومية وأهلية وأيضاً جهات متخصصة في تقديم الخدمات المختلفة لدوي الإعاقة إضافة إلى أيضاً عرض فرص وظيفية مختلفة لدوي الإعاقة نتحدث أكثر مع الدكتور خالد الجماعة وهو رئيس مجلس إدارة نادي دوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية دكتور خالد لو تحدثنا عن هذا المهرجان الذي سينطلق هذه الليلة ما هو دوره ما هي أبرز أهدافه بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على شراء وفي خلق الله هذا المهرجان مهرجان نوعي انبثقت فكرة هذا المهرجان من محافظة القطيب بإقامة مهرجان نوعي لذوي الإعاقة تقدم الخدمات للأشخاص من ذوي الإعاقة سواء التشخيصية أو التقييمية أو العلاجية كذلك الإرشادية للأشخاص من ذوي الإعاقة تقدم لهم الجلسات سواء في تعديل السلوك أو الجلسات التخاطب أو العلاج الطبيعي والوظيفي مجياناً لهم تقدم لأسر ذوي الإعاقة كذلك خدمات منها الإرشاد الأسري كذلك مقدمي الخدمة لذوي الإعاقة تقدم لهم خدمات سواء في ورش العمل أو البرامة التطويرية والتأهيلية لهم بحيث أنهم يواقبون أحدث ما وصلت إليه التربية الخاصة في هذا المجال دكتور لو تحدثنا عن الجانب أيضاً هناك فرص وظيفية سوف تطرح وهذا يهم أيضاً كثير من ذوي الإعاقة الذين سيتواجدون بالتأكيد خلال أربع أيام مدة هذا المهرجان لو تحدثنا عن هذا الجانب طبعاً بالتنسيق مع مؤسس سعي لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة تم خلال هذه الأيام وخلال هذا المساج ستنطلق إن شاء الله بعض الوظائف والعقود للأشخاص ذوي الإعاقة في مقر المهرجان وهذا ما ينعكس على أهمية المهرجان المهرجان جميع ما يدار من خلال ذوي الإعاقة سواء كمديال تطوعي كمديال خدمي منهم كذلك المصور دكتور هذه إشارة جميلة جداً أنا يعني إبراهيم والسادة المشاهدين نشوفوا حتى الكثير من المشاركين والمنظمين وأيضاً المتطوعين هم من ذوي الإعاقة هذا جاسم الأبيض مصور من ذوي الإعاقة السمعية يعني دكتور لو تحدثنا عن هذا الجانب الجانب إحنا سعينا بالحيث أن يكون المهرجان نوعي لهم من خلال الخدمات التي تقدم من خلال مشاركتهم في الحدث نفسه يعني الأشخاص ذوي الإعاقة لهم مهام سواء في المهام التطوع في مهام تقديم الخدمة في المساعدة في الحديث عن أنفسهم والحديث عن البرامج التي يقدموها شكراً دكتور شكراً شكراً جاسم طبعاً هذه يعني بس أنا راح أقفل هنا عند الكشافة السعودية شوفوا كيف الأجواء قبل افتتاح طبعاً هذا المهرجان الذي سيستمر لأربع أيام هنا في مشروع الرامس بوسط العوامية خلينا إبراهيم وسادة المشاهدين سنقفل مع الكشافة تفضل كشاف استرح استعد استرح كشاف دوماً مستعد تحية أخذ أيدي أسفل صيحة كشفية ابتديك أشرق النور وبانا مرحباً بمن أتانا أشرق النور وبانا مرحباً بمن أتانا عشقنا حب التمييز بقطيف الخير دانا عشقنا حب التمييز بقطيف الخير دانا شكراً جزيلاً إبراهيم هذه الأجواء وإن شاء الله الجميع مدعو للحضور في هذا المهرجان الجميل جميل محمد دال شكراً للمشاهدة